دلوقتي مشاهدينا خلينا نتوقف مع حضراتكم للحظات مع موجز الأهم الأنباء مع هالة تفضل يا هالة ونرجع بعدها نستكمل تاني بقيد لقاءتنا في الحوار الوطني تفضل يا هالة شكرا منا أفهمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة اقتصادات الدول الأفريقية إلى حلول تمويلية لمواجهة تحديات تغير المناخ وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ أكد الرئيس السيسي أن القارة الأفريقية تتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية هذا وضع الرئيس السيسي المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل تطلق مجموعة بنك التنمية الافريقية اليوم إصدار 2023 من تقرير أفاق الاقتصاد الافريقي الرائد خلال اجتماعاتها السنوية في شرم الشيخ المنعقدة تحت عنوان تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا يقدم تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية في كل عام أدلة وتحليلات مقنعة وحديثة تعلم وتدعم صنع القرار السياسي في أفريقيا والقطاع الخاص والمجتمع الدولي وقعت مؤسسة حياة كريمة وجامعة برغ العرب التكنولوجية والشركة ابدأ لتنمية المشروعات بروتوكول تعاون لزيادة المهارات المهنية للطلاب من أجل تأهيلهم لسوق العمل والسقل خبراتهم العملية وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن البروتوكول يهدف إلى التنسيق المشترك من أجل احتضان الأفكار والابتكارات التكنولوجية للطلاب والخريجين وتوفير البيئة المناسبة لهم لإنشاء مشروعات صغيرة والتعاون في مجال البحث العلمي بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن البلاد تشهد استقرارا عدى اشتباكات متفرقة مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة الخرطوم وفي بيان أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنها كبدت قوات الدعم خسائر كبيرة ودمرت واستولت على عدد من العربات المسلحة وأوضح البيان أن قوات الجيش وجهت ضربات للدعم السريع بعدة مواقع بالخرطوم وبحري أم درمان نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة والأسلحة والمعدات وعشرات القتلى والجرحة أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كاريل بودانوف أن الهجوم الأوكراني المضاد سيبدأ قريبا وقال بودانوف أن هناك حاجة إلى مزيد من الأسلحة وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات المقاتلة الغربية وأوضح بودانوف أن كييف لديها الحد الأدنى الضروري من الأسلحة أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف عزم بلاده على تطوير الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان على جميع الأصعدة بما فيها الأمني وخلال مشاورات الممثل رفيع المستوى لروسيا والدول الآضاء في آسيان قال باتروشيف أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال الخمس سنوات تطورت بشكل إيجابي وأضاف باتروشيف أن بلاده مصممة على تكثيف الحوار في جميع المجالات بما فيها الأمني مع الدول العشر الأعضاء في آسيان انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش إخفاق المجتمع الدولي في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة مع تسجيل زيادة كبيرة خلال عام 2022 في أعداد ضحايا المعارك وانعكاساتها الإنسانية وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصصة لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة قال جوتاريش إن الحقيقة مروعة وإن العالم يقفق في الإيفاء بتعهداته لحماية المدنيين وانتقد الأمين العام اللجوء في عام 2022 إلى الأسلحة المتفجرة مشيرا إلى أن 94% من ضحاياها في المناطق المأهولة هم من المدنيين ورياضيا واصل الأهل انتصاراته المحلية وحقق فوزا هاما على إمبي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعه مع الأستاذ القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مصابقة الدولي الممتاز وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 56 نقطة وما زالت لديه أربع مباريات مؤجلة فيما توقف رصيد أمبي عند 36 نقطة ويحتل المركز العاشر في جذل المسابقة انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يمصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر